اشتركوا في القناة من الحوت للحمل وانتقاله رح يكون في ساعات الصباح يعني ساعة سبعة واربع واربعين دقيقة صباحا من صباح سبعة وعشرين أذار مارس ورح ينتقل طبعا لبرج الحمل رح يمكث في برج الحمل مدة تقريبا أسبوعين لغاية ساعة ثنتين وتسع دقائق صباحا من صباح يوم 11 أربعة وزي ما الجميع حظر في الحلقات السابقة وبعرف انه كوكب عطارد لما منحكي عنه منحكي هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير نقل أفكارنا للغير وقوة الذاكرة وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات من صفات طبعا كوكب عطارد الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور كثرة الحركة والنشاط في هاي الفترة بسلبياته العصبية يعني هاي أهم سلبية لإلوه والليه دائما بتعمل تقلب في المزاج وبتعمل عصبية عشان نعرف احنا كوكب عطارد لما بكون في الحمل هل رح يكون سعيد ولا منتحس عادة احنا منعتمد على حركة السرعة أو الإشي ومنعتمد على الزوايا اللي رح يشكلها بدرجة أكثر من كلمة بشرفه بوباله ببيته بمش عارف ايش هاي المصطلحات لأنه الزوايا هي اللي بتتحكم بنسبة أكبر بسعودة ونحوصة الكواكب أي كوكب فاليوم رح نحكي الآن عن الزوايا اللي رح يشكلها عشان نشوف احنا سواء برح يكون سعيد ولا مش سعيد من فترة 27-3 لغاية 11-4 أول زاوية رح يشكلها هي زاوية رح تكون زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين عطارد وبين الشمس طبعا هاي الزاوية دروتها رح تكون يوم 2-4 تأثيراتها بتبدأ من يوم 33 لغاية يوم 6-4 عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا أو تعذر علينا فهمها في الفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي رح تكون زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين زحل وهي زاوية رح تكون ظهر يوم 7-4 طبعا تأثيراتها من يوم 6-4 لغاية يوم 8-4 هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور وفهمها واستنتاجها وبرضو الشوي هيك بيكون سرعة البديهة عنا والحدث عالي جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون إيجابية برضو بين عطارد وبين المريخ هي زاوية تسديس رح تكون هاي الزاوية مساء يوم 8-4 طبعا تأثيراتها من يوم 7-4 ليوم 10-4 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون سلبية تربيع رح تكون بين عطارد وبين بلوتو وهاي رح تكون صباح يوم 10-4 ذروتها طبعا تأثيرات هاي الزاوية من يوم 9-4 لغاية يوم 11-4 تلقائيا بما إنه زاوية سلبية وإلها علاقة بعطارد إلها علاقة برضو ببلوتو تدفعنا للكآبة الهم الشعور بالذنب بتزيد من العناد عنا بشكل كبير بتسبب إنا نزاعات شديدة مع الأشخاص اللي حوالينا إنهم من أنواع العصبية وبرضو هاي بتأثر على الأعصاب بشكل كبير وبتعمل عند الأشخاص اللي عندهم قابلية للأزمات القلبية خطر على القلب من ناحية أزمات أو تشنجات أو أهلام أو تسارع في دقات القلب وكله طبعا بسبب العصبية وبرضو بتعمل حوادث إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات وحوادث عن طريق النار النيران يعني الأشخاص اللي بيعملوا في النيران بدهم يكونوا حذرين سياسيا بتدل هاي على انتقاد الصحافة للسلطات دولة مها وبتسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وبيتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق بالفترة هاي وبرضو أمور إلها علاقة بحوادث الاتصالات والمواصلات اللي هي حوادث سير أو حوادث طائرات حوادث سكة حديد يعني بالفترة هاي برضو بتكون عرضة لهاي الأمور زي ما شفنا انه زوايا اللي رح تتشكل أغلبها إيجابية هي زاوية وحيدة اللي رح تتشكل في آخر أيام وجود العطارد في الحمل فهذا الإشي رح يعطي الطابع الإيجابي من تاريخ سبعة وعشرين ثلاث لا غاية يعني منقدر نحكي لغاية عشرة أربعة لأنه في عنا زاوية التربيع ولكن انه الغالب رح يكون إيجابي طيب بدنا نحكي شوي عن كوكب عطارد وتفاصيله يبل ما ندخل إحنا عشان ينفهم بالشكل كامل إيش هو كوكب عطارد شو تأثيراته أمتى بصير سريع أمتى هو عادة بقعد في كل برج ثلاث أسابيع ليش المرة هاي؟ يعني نزل سرعته وصلته لأنه أسبوعين وبس كوكب عطارد هو أسرع الكواكب في المجموعة الشمسية نظرا لكونه أقرب كوكب للشمس ودائما مرافق يعني بيكون يا قبل يا بعد الشمس ولكن بدرجات معدودة يعني فالمعروف أنه كل ما اقترب كوكب عطارد أو كوكب ما من الشمس بتزيد سرعة كوكب عطارد بسرعة هائلة جدا وبالعكس إذا كوكب الشمس كان بعيد ما في كواكب حواليه على طول الخط بصير كوكب عطارد بطيء ماشي؟ كوكب عطارد في علم الفلك هو المسؤول عن قوة الفكر والإدراك والتعبير والاتصالات المواصلات ولما بيكون في حركة أمامية زي ما هو بالفترة هاي هو بحركة أمامية حاليا منكون أكثر قدرة على التركيز والتفكير على عكس الفترة اللي بيتراجع فيها لأنه في فترة التراجع بيسيطر علينا التشتت الذهني وخلال الأسبوعين المقبلين رح يشعروا موليد برج الحمل تحديدا برغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم وبتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم في هاي الأمور موليد الأبراج النارية الأخرى زي الأسد والقوس والهوائية زي الجوزة والميزان والدلوغ وكذلك كل شخص تواجد كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الحمل هؤلاء أكثر الناس المميزين طبعا المعلومة اللي بنولد اللي في خارطه الفلكية لما بيشوف أنه عطارد موجود في برج الحمل فعلى طول الخط ينعرف أنه تحليل شخصية هذا الشخص من كوكب عطارد أنه بيميل للتفكير بسرعة واتخاذ قراراته بسرعة أيضا طيب الآن في الناس بتقولك طيب إحنا كأبراج أخرى إيش بيأثر علينا يعني ماشي الحمل حكينا عنه بمعلومات هيك سريعة ولكن كل الأبراج هي نفس التأثيرات لا طبعا كل برج بتأثر على حسب وين هو موجود بالنسبة لإله ورح نحكي بالتفصيل الآن عن كل الأبراج برج الحمل بيشعروا مهوليد برج الحمل بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بآراءهم بينشطوا برضو في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات بيتمكنوا من إنجاز بعض أعمالهم المهمة بشكل كبير وبيجدوا سهولة في متابعة دراستهم أو الدراسة أو الأمور الفكرية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يعتبر بيت متاعبهم تواجد الشمس وتواجد عطارد فهذا الإشي من المفروض أنه متعب وعطارد بما أنه إله علاقة بالفكر فهنا بصير ازدياد اهتمام ووليد برج الثور بيهتموا بالغيبيات الروحانيات والغيبيات والمورائيات والتاريخ والأمور هاي ولكن الإيجابية لأنه رح يكون سعيد بيجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقهم واللي كانت سبب لكثير من الألم لهم في الفترة الماضية برج الجوزة بيميلوا لا تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وهذه الفترة ممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد أو يتلقوا أخبار سارة عن أصدقاء بيقيموا بعيد أو أصدقاء برجعوا بيلتقوا فيهم مرة ثانية أو بيقوموا بمشاريع أو لقاءات فكرية مع الأصدقاء بشكل مباشر يعني زي نوع من أنواع المساعدات أو الاستشارات برج السرطان أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو بالفترة هاي بيسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتهم المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ أو مقابلات أو تقديم طلبات لها علاقها بالعمل برج الأسد بينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الجامعيين تحديداً في دراستهم وهاي فترة مناسبة للسفر والهجرة والدراسات العليا ربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء أو علاقات جديدة مع أشخاص من خارج البلاد أو أجانب برج العذراء ابتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة ولكن الإيجابية في الموضوع إنهم ما رح يجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية أو ديون لإلهم قديمة كان صعب عليهم إنهم يحصلوها الفترة هاي ممكن يحصلوها أو يطالبوا فيها برج الميزان بيتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء بتكون علاقاتهم مع زوجاتهم أو أزواجهم مع شركاءهم بالعمل مرضية بيطبعها العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك لأنه عندك قدرة على أنك تحل كثير من هاي المشاكل برج العقرب بتفيدهم أمورهم مع زملاء العمل يعني التركيز كله رح يكون على العمل والصحة فمن ناحية العمل الأمور جيدة كتوظيف كطلب عمل جديد علاقاتهم ترفيعات إنجاز بعض الأعمال اللي كانت صعبة بالفترة الماضية التفاهم مع زملائهم وبصير بالفترة هاي بيصبح عملهم ممتع أكثر وبتزيد عندهم حيويتهم بشكل كبير وبرضو على المستوى الصحي إنها بتعطيهم طاقة صحية عالية جدا برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس بيمارسوا نشاطات أدبية وبيحثوا أولادهم على الدراسة بتعرف لقاءاتهم هاي الفترة لقاءات ممتعة وبيكون لها أثر طيب على حياتك وخصوصا العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة مع أحبائك وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أو علاقة جديدة عاطفية ممكن أن تتعرف على أشخاص جدد يدخلوا حياتكم أو يوتدوا علاقات عاطفية سابقة برج الجديد بتنصب أفكارهم حول شؤون إلها علاقة بالعقارات بالبيت بالعائلة ممكن تسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتكم بالفترة هاي أو يصير مناسبة قوية جدا إلها علاقة بالعائلة هاي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة للأشخاص اللي بدهم يستأجروا بيت أو بدهم يسافروا من مكان لمكان أو يستأجروا يعني يشتروا إيشي له علاقة بالعقارات في الفترة هاي ممتازة برضو أي شيء له علاقة بالديكور بالتصليحات بالترميمات للمنزل برضو هاي فترة ممتازة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة ممارسة هواية بعض موليد برج الدلو ممكن يشتروا أجهزة إلكترونية أو يشتروا سيارة بالفترة هاي اللي بدي يقدم على رخصة قيادة مثلا الفترة هاي برضو ممتازة وهاي فترة مهمة للقيام بأسفار دراسة عمل المشاركة في اللقاءات والندوات الفكرية تعطيك طابع جيد واللي بيشتغلوا في مجال التسويق والتجارة برضو ممتازة لهم برج الحوت بتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال وممكن يسمعوا خبر صار بخصوص عملهم وممكن يحصلوا على أرباح سريعة ومفيدة وهاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية يعني نقدر نحكي إنها فترة ما رح تحل كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي يعني فترة جيدة فيها أرباح فيها مزايا خصوصا لللي بيشتغلوا بعمل إضافي برضو هاي ممتازة لهم بشكل كبير هيك نقدر نقول خلصنا الحلقة والله أعلم طبعا كل اللي حكيناه نتمنى كل الإشي الإيجابي يصير إذا فيه أي إشي سلمي ما يصير ويعطيك الخير والسعادة يا رب وزي ما دائما منختم الحلقة منقول يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة